السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا في فيديو جديد ودرس جديد من دروس البرمجة بلغة كوتلين درس اليوم سنتحدث فيه عن الدوال functions في لغات أخرى تسمى methods وفي لغات يوجد مسمى procedures وإجراءات ويوجد مسمى function كوحدة المهم العديد من التسميات والمفهوم واحد فالدوال ما هي إلا طريقة لتنظيم البرنامج الخاص بك وتقليل التكرار في البرنامج الخاص بك فمثلا لا افترض أنك في الحياة العادية عندما تستيقظ صباحا تقوم مثلا باستيقاظ تذهب للاستحمام ثم تغسل أسنانك تشرب القهوة تقوم بقراءة الباريد هذه الأشياء مكررة يوميا فعندما نريد عمل برنامج أو شيء ما يعني هذا المثال فقط فلن نقوم بتكرار هذه الأشياء بل سنقوم بوضعها تحت مسمى واحد والذي هو يسمى routine الصباح فعندما ننادي routine الصباح كأننا قمنا باستدعاء تلك الأمور الأربعة فهي مضمنة داخله ففي الأخير ما هي طريقة إلا طريقة لتقسيم البرنامج إلى أجزاء لكي يصبح أكثر منطقية وأكثر مقرؤية نحن سنقوم بمثال بسيط في اليوم سنتحدث فيه عن student مثلا سيكون برنامج للتعامل مع الطلاب سنضع فيه أسماء الطلاب سنقوم بتعريف مصفوفة جديدة ستكون هي عبارة عن array of سنضع فيها مجموعة من الأسماء هذه هي الأسماء رؤوف أحمد علي ثم سنقوم بقراءة ما يكتبه المستخدم يعني نريد تخزين ما يكتبه المستخدم في متغير سنسميه مثلا student student القيمة التي أخذها هي ما يكتبه المستخدم readline.toString ثم سنستخدم عبارة الشرط if سنقول له إذا كان ما كتبه المستخدم وما كتبه المستخدم مخزن في المتغير student ثم نستخدم عبارة in للتحقق من وجود ما كتبه المستخدم في قائمة student هنا فنقل له if student in students قم بالتالي ما الذي يقوم به في حال وجد أن هذا الطالب موجود في القائمة بكل بسطة سيطبع لنا مثلا كلمة print line سيكتب فيها yes أو سيكتب فيها اسم الطالب فقط سنكتب فيها اسم ذلك الطالب أو نكتب له yes بالإضافة لاسم الطالب اسم الطالب سنحصل عليه من المتغير student وفي حالة لم يجد المقارنة فشلت ولم يجد ذلك الطالب في القائمة سيطبع لنا كلمة no بكل بسطة الآن دعونا نقوم بتجرب البرنامج هذا هو البرنامج يطلب مننا كتابة اسم مستخدم سنكتب مثلا علي سيقول لنا yes علي سنكتب له مستخدم آخر خاطئ مثلا محمد فسيقول لي no غير موجود كما ترون هذه العملية مثلا عملية تتحقق من وجه الطالب مثلا سنقوم بعمل برنامج لتعامل مع الطلاب عندما تريد أن تعرف مثلا تريد أن تقوم بنقل طالب من صف إلى صف أول شيء تتحقق أنه موجود عندما تريد أن تقوم بكشف النقاط فأولا تتحقق هل هو موجود في كثير من الأحيان تحتاج لمعرفة إذا كان الطالب موجود أو لا هل في كل مرة تحتاج لمعرفة هل ذلك طالب موجود أو لا تقوم بعمل كوبي لهذا الكود ثم لسقه ثم لسقه يعني سيصبح الكود الخاص بك عبارة عن خردة وهنا يأتي مفهوم الدوال وكيف نقوم بتعرف دلة ومن ستعرف عليه لتعرف دلة سنذهب إلى هنا ونقوم بكتابة كلمة فان أولا لكي نعرف البرنامج لكومبايلر أننا سنقوم بتعرف دلة نكتب اسم الدلة أكتب أي اسم يعني أنا سأكتب مثلا check name هو اسم الدلة التي أريدها هنا بين قوسين ستكتب له الوسائق التي تسمى البرامترات التي سنعرفها بعد قليل ما هي فائدتها ثم هنا أكتب له الجسم الدلة ما الذي تقوم بهذه الدلة الدلة الخاصة بنا تقوم بالشيء التالي سنقوم بنسخ هذا الكود ووضعه هنا فالدلة تقوم بكل هذه الأشياء الموجودة هنا الدلة بطبيعة الحال هذا يسمى تعريف الدلة فنحن قمنا بتعريفها هنا وسنقوم باستدعائها في أي جزء من البرنامج مثلا هنا في جزء المين مثلا سنقوم باستدعاء دلة مثلا ستكون هذه الدلة هي write your name write your name ستكون print فقط هكذا وسنقول له مباشرة بعدها تحقق من وجود هذا الاسم الذي قام المستخدم بكتابته check name فهنا يعني منطقيا عندما تقول له check name فأي name سيقوم بالتحقق من وجوده هنا تحتاج لكتابة اسم ذلك المستخدم وهنا يأتي دور البرامترات وهو الوسيط بين الاستدعاء عندما تقوم باستدعاء الدلة والجسم هذه الدلة فدعونا نقوم بتعريف وسيط جديد مثلا سنسميه name وسيكون نوعه string فتكتب اسم الوسيط الذي اخترته يمكنك أن تكتب أي اسم وهنا تضع نقطتين وتكتب النوع الذي تريده الآن عندما تقوم باستدعاء هذه الدلة check name فأنت تقول له ببساطة هنا تكتب له الاسم الذي تريده مثلا قم بالتحقق من وجود علي فالآن المتغير name عندما تقوم بتنفيذ البرنامج المتغير name سيحصل على قيمة علي الآن نريد البرنامج أن يتحقق من يعني أن يقوم بالمقارنة بين هذه القيمة name وما هو موجود في القائمة لا نحتاج إلى هذه student من جديد لأننا فقط نحتاج للمقارنة بين name وقائمة student هكذا name ونفس الشيء هنا دعونا الآن نجرب البرنامج كما ترون يقوم بإظهر لنا الشيء الذي كتبناه لا رأي تور name يقول لك يس علي بمعنى أنه وجد علي لا نريده أن يكون ملتزم بعلي بل نريده أن يقوم بالأخذ ما يكتبه المستخدم كبارامتر فنقول له read line ثم على ما تيتعجب ثم to string فسيأخذ ما يكتبه المستخدم كبارامتر دعوني أضف مساحة هنا وأجرب من جديد كما ترون يطلب مني كتابة اسم في مكان ما سأكتب له مثلا علي فيقول لي yes علي موجود فإذا جربت البرنامج من جديد وقلت له مثلا ناصر فسيقول لي no غير موجود والآن الشيء الجميل هو أنه يمكننا استدعاء هذه الدلة من أي مكان آخر مثلا سأقول له هنا check name يمكنني استدعاءها وأعطيها بارامتر آخر مثلا أعطيها بارامتر مكتوب علي أو أي اسم آخر يمكنني استدعاءها في أي جزء آخر من البرنامج الآن الطريقة التي قمنا باستخدام هذه الدلة بها هنا هي يسمى بإجراء بمعنى أنها لا ترجع أي قمة بل تقوم بأمر معين فهذه الدلة التي تسمى check name الآن يمكننا أن نعتبرها كإجراء فهي قامت بعمل محدد هذا هو ما قامت به لكن الدلة في أغلب الأحيان ترجع قيمة يمكنك أن تقوم باستخدامها لأرجع قيمة أو يمكنك أن تقوم بها للقيام بعمل ما كيف نقوم بجعلها تقوم بأرجع قيمة هنا يأتي دور الكلمة المحجوزة return return بمعنى ما الذي ترجعه هذه الدلة return خاصة بالدلة يعني return هذه خاصة بهذه الدلة الموجودة هنا هنا تقول له return ما الذي سيقوم بأرجاعه سيقول له قم بأرجاع الكلمة التالية وهذا ما سيقوم به الآن يظهر لنا خطأ لماذا acquired unit found string فهذه الـ return الآن هي عبارة عن string كما تعرفون الكوتلين يمكنها تعرف على نوع المتغير عن طريق خاصية tape inference بتالي عرفت أن هذه الدلة ترجع لنا string وهنا أيضا string الدلة في كوتلين افتراضيا عندما لا تحدد لها القيمة التي ترجعها تكون القيمة نوعها يسمى unit لا يهمنا هذا النوع unit لحد الآن لكن سأريكم كيف تعرفون نوع الدلة يعني بطريقة صريحة فأنت تحدد لها الآن وتقول له أن نوع هذه الدلة هو string فمثلا لو قلت له أن نوع نتيجة هذه الدلة أن سيضر لك الخطأ من جديد ويقول لك أن المطلوب هو integer وأنت كتبت والنتيجة أنت هنا أعطيتها له string فبالتالي سنرجعها string مثل السابق والآن سيتم حل تلك المشكلة التي ظهرت لنا الآن الدلة لن تقوم بإظهار أي شيء لأنها لا يوجد لدينا دلة إظهار مثل التي قمنا بها قبل قليل هذه الدلة ستقوم بتخزين النتيجة return ستقوم بتخزينها في هذا check name ستقوم بتخزين إما هذه أو هذه على حسب الشرط بما أنها ستقوم بتخزينها فنحن سنقوم بإظهارها فكيف نقوم بإظهارها بكل بساطة يمكننا أن نقوم بإظهارها هنا لكن قبل ذلك دعوني أحذف هذا السطر سأقوم بعمل متغير جديد سأسميه مثلا result سيكون قيمة هذا المتغير هي check name وأعطيه لنا هنا ما يكتبه المستخدم read line فما الذي أقوله لنا؟ عرفته متغير جديد بكل بساطة أسميته result قيمة هذا المتغير تساوي هذه الدلة فهل هذا منطقي؟ نعم أصبح منطقي بعدما أضفنا هذه وهذه العبارتين هنا فالآن هذه الدلة يمكن أن نقول أنها أصبحت متغير لأنها ترجع لنا نتيجة هذه النتيجة هي متغير من نوع string فبالتالي قيمة هذا المتغير الآن إذا قلنا له specify type explicitly سيتعرف عليه على أنه string بشكل مباشر الآن لكي نريكم النتيجة يمكننا أن نقوم بطباعة قيمة هذا ال result print line سنقوم بطباعة النتيجة هذه المرة سأكتب مثلا كلمة رأوف وأقوم بالضغط على enter فيقول لي يس رأوف بمعنى أنه قام بنفس الأمر وفي الختام أتمنى أن تكون الفكرة وصلت إذا قد تعرفنا على ما هي الدوال وما هي فائدة الدوال وكيف نستخدمها كإجراء وكيف نستخدمها كده لا ترجع لنا قيمة وفي الدرس القادم سنتعرف على المزيد من المعلومات حول الدوال والمعلومات خاصة بكوتلين فقط نلقاكم في الدرس القادم إن شاء الله